مرحبا يا تيكين العافية يا رب من كفة بأقسام التشريح كنا وقفنا عند التشريح السريري وحكينا عن التشريح الوصفي ننتقل هلا للتشريح الثالث أو للقسم الثالث من أقسام التشريح اللي هو التشريح التقني التشريح التقني بدي ممكن هو التكنيكا الأناتومي مصلحه بظن واضح ماذا ما في داعي للشرح طيب بدي يمكن تفهموا كلمة من هلا قبل ما نحكي عن اي شي بس تسمعوا كلمة تشريح تقني يؤدي تعرفوا انتو اي تقنية نحن بدنا نستخدم بدنا ادات فانتو لاش انا عم تذكركم فيها او عم شبهلكن ياها هيك لانو وان ما شفتوا شي بدنا نستخدم فيه ادات معينة فانتو خلص فورا علامياني بتروحوا تشريح تقني تمام ليش قبل ما نحكي ليش هلا في هادون الامثلة هادون راح يوضحوا لنا كتير شغلات وهدون اللي بيجيب الامتيحان انو والله بيجيب يقول لك اه كذا ينتمي الى التشريح كذا او كل ما يالي صحيحا تشريح تقني عادة بيجوز يقول لك انو بزل الاجواف والاحشاء التنظير التنبيب الرغامي وبعدين يجيب لك خيار انو اه قاعدة التشريح والمطلق الاساسي اللي بقيت الاقسام التشريح فانتو بتعرف انو قاعدة التشريح هو يشو قلنا تشريح الوصفي تمام طيب وشو عميحكي عن تشريح تقني عميقلي يشمل القواعد التشريحية للحركات والتقنية متل ما حكينا التي تجري بشكل دائم من قبل الطبيب او الجراح طيب اه متل شو قصده طبعا القواعد اللي عميحكي عنها مسلا هلا وقت اللي نحكي عن الوصول الى الشرايين والاوردة وكذا اكيد ما بنجي على العميانة نحنا بنمسك الايد والله يلا في وريدة يلا فوتوا في لا نحنا في قاعدة تمام القواعد هي بتاخدوها ان شاء الله بالعلوم السريرية وقت اللي بتصيروا بسنين اكبر بس انا ما فيني ادخل بشكل عشوائي انا في عندي قاعدة فهي القاعدة هي عبارة عن شو بيشملها شو التشريح التقني طيب الامثلة الوصول الى الشرايين والاوردة المحيطية والمركزية شو باستفاد انا من الوصول لهي شرايين اول شي اول شي خطر عبالكين قلتو انتو نقل الدم طيب راح اكتبأ انا تاني شي قلتو سحب الدم كمان نكتبأ تالت شي قلتولي حقن الاورد اه حقن الادوية مظبوط طيب اه في شي اسا ما قلتولي اياه بس راح تاخدو لك الدم هو قياس غازات الدم نعم بنقل الدم واضحة تمام اني انا خلاص بشوف وريد معين بسحب منه دم وبحط بعبيب كيس او بنقل مباشرة لشخص تاني اه سحب الدم كمان ممكن نحنا نستخدمه بالتحاليل تمام اغلبنا يا اما عامل تحليل يا اما شايف الناس عم نتعمل تحاليل نحنا نسحب دم كمان كرمال نشوف اه يعني كرمال نعمل تحاليلة له اه حقن الادوية كمان ضمن الاورده كمان نحنا بنحط ادوية ومنحقنها هالشغلات هيا صارت بسيطة بس تزاقج اه انتبهن انا كل شي عم بحكي بالنقل بالسحب بالحقن عم بستخدم ادات شو هي ابرة تمام فاول شي بنكتبه هون شو ابرة طالما استخدمنا ادات فلوين رحنا عالتشريح تقني تمام كله هادا شو استخدمنا في ابرة الابرة هي ادات ودتنا عالتشريح تقني تاني شي التسريب او الحقن ضمن المفاصل طيب نحنا هلا وقت اللي حكينا عن الحقن الادوية كانت وين ضمن الاورده او ضمن الاوايا الدموية تمام بالتسريب او الحقن ضمن المفاصل نفس نفس الفكرة تمام نجيبها الابرة بنحطها بها المفصل وبنحقل الدواء بس شو الفكرة انه ما بالاوايا الدموية بالمفصل طيب اللي هون متل ما شايفين هاد هو نقل الدم نحنا مدخلين ابرة بالوريد وعم نشيل بانبوب وعم نعبي الدم ضمن كيس تمام هي نقل الدم وهون ليكم كمان عم نشوف نحنا الوصول الى الاورده وانا كمان عم يشوف شو هو الوريد اللي بده يسحب منه الدم هاي الحقن ضمن النفسة هاي الابرة اللي كلنا بنعرفها بس بدل ما يحقنا ضمن وريد او ضمن اوعية دموية عم يحقنا وين ضمن مفصل تمام اغلب هاي الادوية بتكون عبارة عن ادوية اه بنسميه نحنا السيرويدات كمان هي بتكون مضادات الالتهاب بيكون صار في الالتهاب بهذا المفصل فانا اذا ادي اعطي دول الالتهاب عن طريق مثلا الفم او عن طريق الاورده بجوز ما يوصل لهذا المفصل لانه بكرة بس ناخد المفاصل راح نشوف بنية المفصل انه ما عم يدخل فيها الاورية الدموية فانا كرمال السرعة كرمال الفائدة الاكبر بروح بحقن الدواء مباشرة ضمن وين ضمن المفصل طيب بازل الاجواف والاحشاء البازل هو تماما عكس الحقن بس قبل ما نحكي في هون بالتسريب شو استخدمنا ادات ابرة طيب البازل هو تماما عكس الحقن طيب شو يعني عكس الحقن يعني انا ندخل الابرة بس تكون فاضية وبسحط هون وقطعنا بسحب سائل متل اذا بات كان متل سحب الدم تمام بازل الدم ما تبلوه بس هون عم نقول لي بازل لشو منستخدمها لكلمة بازل للاجواف والاحشاء اجواف متل شو بكرة بس ناخد الفصل الرابع راح تشوفو نتعرف عشي اسمه الجنبة جوف الجنبة هاد الجوف الجنبة فرضا اه هاي الرئة تمام وهي رئة تانية في عندنا جوف بحيط فيها هيك هاد الجوف نحن بنسميه جوف الجنبة جوا هون بين جوف الجنبة وبين الرئة بكون في سائل طبعا هاد السائل بنسميه سائل الجنبة الغير الجنبة في عندي التامور التامور هو شايفينه للجنبة نفسها بس وين بتحيط بالقلب سميناها شو تامور تمام عندي كمان بحيط بالاحشاء الموجودة ضمن البطن هالكلام كله شو بيفيدنا فيدنا انه محسلا مثلا لمرض معين ممكن انا هاد السائل يزيد تمام يصير كتير صار كتير شو عمل بالرئة ضغط علي ضغط على الرئة شو عمل بالتنفس خففو قللو نقصو هاد الشي ما بصي انا ما لازم ولا نقص التنفس فانا لازم ادارك هاد الموقف فشو بعمل بجيب هاي الابرة ندخلها الجو في الجنبة وبنسحب سائل تمام هالشي بيفيدني لشغلتين اولا بفحص السائل يلي سحبته شو هو هاد السائل ناتج عن الالتهاب ناتج عن ورام ناتج عن شي انا فورا بقيت بجوزي كون دم فانا بعرف وقتا انه هو شو وبتعامل معوها الاساسي الفائدة الثانية خففت ضغط عن الرئة خففت ضغط عن الرئة يعني رجعت الرئة كبرت رجعت رجعت تنفس طبيعي رجعت تنفس كويس فانا هون بكون اعمل استخدامت البازل لشي يفيد لي طيب هي بالنسبة لبازل شو لبازل الاجواف بالنسبة للاحشاء متل شو راح اطيك المسال بسيط المساني ممكن الشخص يكون مريض بمرض اه عم يجمع البول ضمن المساني ما عم يحسن يطرحوا لبرة الجسم فتجميع البول هذا ضمن المساني خلي المساني تكبر 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 فانا كرمال ريح هذا المريض لبين مثلا معرفة شو الشي يوصل لها المرحلة بروح بجيب ابرة طبعا الابر مدرور تكون مثل هاي شفتوه تكون ابرة خاصة بالبازل مندخلها بالمساني وبنسحب البول فانا شو كون عملت هون خففت ضغط عن المساني ريحت المريض خففت الألم تمام؟ هاي بالنسبة لبازل شو استخدمنا كمان؟ ابرة طبعا متل ما حكينا مدرور تكون نفس الابرة منشوف هون شايفين هون ليكو هاد السائل الأصفر هو سائل الجنبي تمام؟ فشو عمل بالرئة؟ الرئة ليكو هون بنفسجي طبعا ما يخطر لكم انه لانه باحدة الجلسات باحدة الكورسات سألني طالب انه كيف الرئة كيف عام ياخده السائل انت قلت لنا انه الجنبي بتحيط بالرئتين طيب كيف عام ياخده من الظهر؟ ما نحنا أساسا عندنا القفص الصدري بكرة بس ندرس الطفصل الثاني ببين معنا فيه جدار أمامي وجدار خلفي الرئتين ممتدين على الجدار الأمامي والخلفيين ما تفكروا انه هون موجودين هون بس ومن ورا ما في شي تمام؟ لا هون موجودين بشكل عام يعني معبايين اذا كان هذا القفص الصدري طيب مدينا الابرة وسحبنا بهذا السائل سحبنا السائل منشوف ليكو عن يطلع من هون عام يروح على كيس معين عم خفف الضغط عن الريعة طيب هاي بالنسبة لشو؟ لا البذل بالنسبة لالتنظير التنظير هو عبارة عن اذا بدنا ناخده هيك بالعام يعني انه النظر اني انا عم شوف هو عبارة عن اني دخل انبوب معدني بس مرن يعني شو بيكون بنهايته كاميرا هاي الكاميرا تكون موصولة عشاشا فانا بدخل هاد الامبوب فرضا بدي عمل تنظير هاد معلوي دخله ضمن الفم وبنزل فيه لتحت بخليني شوف شو في جوال مري شو في جوال معيدي ممكن يوصل للعفاج فانا استفدت من التنظير تمام؟ آآ ممكن يكون تنظير هادمي سفلي ندخل بالعكس من فتح الشرج ونطلع كمان لفوق ممكن يكون تنظير كمان شو جراحي تنظير جراحي اغلب كان يمكن سمعان العمليات الجديدة عم تصير اكتر عم يتجه للتنظير مثلا استقصل زايدة بالتنظير استقصل مرارة بالتنظير هاي التنظير كمان شو شو الفكرة منه انه بدال انا ما اعمل شق بالبطن وافتح البطن كله وروح شير المرارة وامل لصاله وشو بعرفني لا انا بدخل بعمل شق جراحي وشق جراحي اذا بد كان بالعام يقولوا ان بعمل ثقب هون وثقب هون دخل بهذا الثقب كاميرا وبدخل بهذا الثقب الادات الجراحي اللي بدأ اشتغل فيها فالكاميرا عم تخليني شوف انا مسلا وين المرارة يلا مسكتها للمرارة قصيتها للمرارة كله هذا شو بلا ما اضطر انه يفتح البطن بس عن طريق شق جراحي طبعا هاد الشغلات اكيد كتير بكر لانا عارفها بالتفصيل بس هاي الفكرة العامة يعني طيب انا شو استخدمت اداة هون يا شاطرين امبوب معدني مرين بنهايته في كاميرا تمام بغض النظر عن شو الادات بس امهم اني انا استخدمت اداة مزبوط مزبوط طيب هاي المبوب المعدني المرين اللي اللي نحكي عنو بالنسبة للتنبيب الرغامي هاي انتقل للشغلة الثانية حكينا عنوى واحدة واحدة التنبيب الرغامي عم يقول لي وين في التخدير طبعا هل حكي كله هادا جاي دوراتها هون انت هالا هالا بزلم في تحت مخك هذا كله جاي دورات بس ما جاي متل ما بحكي لك جاي مثلا والله البزل هو من انواع كذا التنظير هو من انواع كذا تمام طيب تنبيب الرغامي بالتخدير نحن مثل نتعرف الناطي مثلا بالتخدير العام الناطي تخدير خلص انه منوقف الجسم كله عن العمل فهذا الشخص كيف بدنا نضمن انه هو عم يتنفس اسا يعني هلا انزا انا اقطاط التروي اقطاط النفس عن الشخص بجوز اختنق بجوز مثلا ما يوصل اكسجين للمخ يصير فيه انفوت بحالة كومانفوت بحالة موت تمام فانا كرمال هاد الشي بعمل شي اسمه تنبيب رغامي تنبيب رغامي من اسمه تنبيب هي بدخل انبوب ببساطة تمام دخل الانبوب عن طريق الفم اه منوصل للرغامة بعدين عند الرغامة منخليه يعلق لهذا الانبوب ومنوصله من برا بيا اما آلي بتعطينا اكسجين يا اما بكيس او بايش يعني بانبولي هاي بيضغطوها لحطة تعطي اكسجين بس غالبا بالعمليات يعني بيستخدموا آلي هي اللي بتعطينا الاكسجين ما علينا هلا انا رح ورجعكم فيديو بنهاية هاي الفقرة بيارض لك آليت التنبيب طريقة اه يعني طريقة مفصلة طيب وضع الانبوب المعادي وضيفوها لهاي من عندي الانفي هو اسمه الانبوب الانفي المعادي طمام هذا الأنبوب الأنفي المعيدة من اسمه يدخل ضمن الأنف تمام من دخله بالأنف وتعرفوا أنه البلعوم هو جزء مشترك بين الطريق الهضمي والتنفسي فأنا بدل ما دخله بالأنف ووصلوا على الطريق التنفسي لا رح بدخل في الطريق الهضمي وبنزل للمعيدة وصلت للمعيدة شو يفيدني هذا الشيء يفيدني مثلا عند المرضى العمليات ممكن ما يكون قادرين يأكلوا مثلا فأنا بدي دخل لنغذاء غير انه مثلا ما بدي الغذاء يكون السيرومات بديها يكون عن طريق المعيدة فبدخل عن طريق هاي ممكن نعمل حقا للأدوية اللي بدنا ياها كمان بالطريق الهضمي او هاي الشغلات هاي كلها حتى ممكن نسحب نحنا مفرزات المعيدة اذا بدنا متل ما شايفين بالصور هون اللي هاي الصورة هدون للتنظير هذا عم نعمله تنظير هضمي علوي وهذا تنظير هضمي علوي شو هندخل انا هندخل انبوب مرين معدني مرين بنهايته هون كاميرا دخلنا ونزل لوين نزل على المعيدة هاي الشاشة هي اللي بتعرض لي الصورة ديكو مسلا هلا هاي الشاشة عرضت لي الصورة اللي انا عم شوفة ضمن الكاميرا هذا التنظير الجراحي متل ما شايفين دخل اداتين ادات هي كاميرا ديكو عم تصور لي وادات عم يستخدمها للعملية الجراحية هون بيعمل للعملية بدون اي حاجة الا انه يفتح البطن هاي التنبيب الرغامي متل ما شايفين عم يدخل انبوب بالرغامة او بالجهاز التنفسي بيسبتو هون وبعدين بيصير بيعطي اوبسيجين هاد الانبوب الان في المعيدة من الانف عم يروح لوين متل ما شايفين هون من الانف عم ينزل ويروح على المعيدة تمام متل ما شايفين كمان هون طيب اه اه شو الاعدات اللي استخدمناها هون بالتنبيب امبوب بالانبوب الانف المعيدة كمان امبوب امور بسيطة جدا يعني انت وقت تسمعوا تشريح صعب تجوا تشوفوا هيك والله التشريح سهل وهو سهل وراح تشوفوه سهل ان شاء الله بس ما تخلو الحكي الخارجي كتير يأثر عليك مهم اخر اه او اخر مثال هو طرق تدخل الجراحي اللي هي التشريح الجراحي هلا برجع انا على نفس الصورة اللي كنا نرجع عليها دائما نكتب هون التشريح الجراحي بعد ما منكتب التشريح الجراحي تروح وتعملوا انتو سكرينشوت لهاي الصورة وبتحفظوا هادون التلاتة كل واحد مننا نشوف له اقصى تمام طيب اه تشريح الجراحي طبعا ما في دائما هون اشرح لكين كمية الادوات اللي بدت تكون بالعمليات الجراحية من المقصات لملاقة لما بعرف شو فخلص يعني هي كلمة الجراحة لحاله بتدلك على الادوات الموجودة فجراحة تمام اذا هادون الامثلة بسطناها بطريقة كويسة بطريقة حلوية بطريقة سهلة كل واحدة منا نقلنا التشريح التقني هو عبارة عن شو ادات مش شفنا ادات خلاص هي تشريح تقني تكنيكال اناتومي كمان المصلة هام جدا وهي كامسلة هلا بتركن مع الفيديو تبع التنبيب الرغامي كانها يعني ومنحكي عن الباقي بفيديوهات جديدة متمنى لكم التوفيق يا رب سلام. طيب هلا بالنسبة للفيديو اللي عم نحكي عنه مش عن تنبيب الرغامي اه نحنا اول شي بالعمليات نفتح المريض. مندخل هاي الادات اللي شايفين اداة معدنية مهمتها هي تخفض لي الليسان. ليش تخفض لي الليسان كرمال نفتح مجرى الهواء. لانه نحنا اساسا بدنا نفوت الانبوب على مجرى الهواء. تمام? مشان ما ندخل بالطريق الهضمي. خفض الليسان نفوت الانبوب بمجرى الهواء. هيك منشوف كيف فتحت معنا الطريق للرغامة. اه طبعا العملية كلها بدا تكون بتكنيك معين بزاوية معينة. نحنا ما بيهمنا هاي التفاصيل. يعني نحنا بس بيهمنا نعرف شو هي. تمام بعد ما نزلنا الليسان فتحنا للطريق الهوائي مندخل الانبوب. منضلع مندخل الانبوب حتى نوصل للرغامة. طبعا القياسات هلا شايفين الانبوب عليه قياسات بتختلف من اه مثلا رجل بالغ طفل امرأة. بتختلف بقى. مهم بعد ما نحنا ندخل الانبوب نحنا لازم نثبته لهذا الانبوب داخل للرغامة. كيف منسبته? منجيب بهاي منحقن فيها هوا. هاد الهوا بيكبر البالون. كبر البالون خلاها معلقة بالرغامة. بعد ما نحط الاكسجين.